انا برحب بحضرتك على جديد اهل مصر. اتفضل حكيلي ايه اللي حاصر معي. سوالي. انا محمود شعباد. ابو الاء. الاء كانت مولودة طبيعية. ربنا انعم عليها. واحد واربعين يوم كانت دخلها مني عنها مركزة. تمانية وخمسين يوم كانت قطع نص الجنجومة بتاع دماء. ازاي بقى? انا بقى المجرمي سالح زي ما حدك شفتك. ازاي انا معرف? يمين باللاحق ايه وحب بنتي ده انا معرف. هي لما دخلت العناء المركزة كانت بتعاني من ايه? ما كانش فيها حاجة خبارسية اتكشفت عليها الدكتور قال لي لازم ان تروحها بالمستشفى دلوقتي تخش المستشفى العناء مركزة. اه لازم تدخل العناء المركزة دلوقتي. لازم ان تروش العناء مركزة دلوقتي. عادت فيها قد ايه? كان عمرها واحد واربعين يوم لحد تمانية وخمسين يوم قطعت نص الجنجومة بتاع دماء. ازاي? يعني في الفترة دية اتقطعت نص الجنجومة هي داخل العناء مركزة ولا دخلت عمليات? لا دخلت لقو العناء مركزة واحد واربعين يوم. اه. في العمرها واحد واربعين يوم. لحد عمرها تمانية وخمسين يوم ما حسب حضرتك الفترة دي. دخلت عمليات? لا ما دخلتش عمليات. اه. ما دخلتش غلعه هي عمرها تمانية وخمسين يوم. طب ماشي ما هو برضو اتقطع نص الجنجومة ازاي وهي في العناء مركزة. دخلت عمليات عملت العملية وهي عمرها ثمانية وخمسين يوم. عملت عملية ايه? قطعت نصي بمجومة. ايه العملية اللي دخلت عشانها? يعني ايه دخلة تعمل عملية ايه? انا معرفش. ازاي حضرتك ما تعرفش يعني حضرتك والد الطفلة. هم قالوا قالوا لحضرتك يا بنتك عندها ايه? عشان تدخل عمليات. ما انا قالوش ايه حالة فقط. هو كل اللي انا عملته ان انا مضيت على اقرار العملية. ايه الا اقرار اللي يعني ايه? انا فيهم في المعمار. مدار مسلح. هم. تبرا مش فهم فيها. حضرتك مضيت على اقرار ومش عارف هي دخلة تعمل عملية ايه? اه. انا اقول لك اللي حصل معك. اقول لك اللي حصل معك. بس هي دلوقتي حاليا ما قالونا من لعب. حاليا في دلوقتي انا الشي تدخل علي. هم. الشي تدخل على قلائي. اكسن بالله اكسن بالله ما في المستشفى جميع التقبلها. اكسن بالله ما في المستشفى جميع. حتى عند اتنينة نواية في دايرتي هنا. دكاترة من عندي برضو من البلد مينة القوسين. بيرينه على النواب بحاجز القلاء والله ما بيقدروا عليها. والله ما بيقدروا عليها. ليه? ليه؟ يعني ايه السبب؟ المستشفىات مفاجمش الامكانيات اللي ا計ضى قلاء عايزють. اواي يا جدينا في المستشفىات مفاجمش الامكانيات اللي اه اللي اه اللي قلاء محتاجهة. هم. بص. يعني إيه الامكانيات اللي محتاجها. طيب ممكن مياه حد بيسمعنا يقدر يساعدنا. هو بولك لازم انت تتحجز. يعني تكاترين او لك لازم انت تتحجز. تتحجز في مستشفى آآ. ابو ريش الدمرداش اطفال ماصر. اه. اي امكان مستشفىت لها الجماعة اللي لها زي ابو ريش كده. هل المستشفى دي اللي حدك ذكرتها فيها الامكانيات اللي تقدر تخدم الاء? لا. طب ما هي ازاي تتحجز في المستشفى من دوله يا ما فياش امكانيات برضو. لا. ما هي مربوة. هلاء الاء مسلا محتاجات تسافر برا ماسر? الاء اللي فهمتوا منها. اللي عرفتوا عنها ان الاء اللي انت مشينا خارس. الاء اللي انت مشينا خارس. بمعنى كنت بحضرتك بتصوري. وانت حضرتك بتصوري. هوريكي وراء. بس انا هطلب من الناس كلية. اللي شايف الاء. اكسم بالله. اكسم بالله كلام مرة. الاء ما في المستشفى جميع التقبلها. انا الاء دي في الشيتة. طبعا اللي عنده برده بيجوله دور بردة بيقعد يومين شهر في البيت. انا الاء دي باخد الشيتة كله من حظيتك شفتيني دلوقتي انا جاي مش انا بيشتغلش في الشيتة. وربين يعلم بتيبقى مش مع رجزات. عشان الاء. طبعا بروح بقى من المستاشفة دي من المستاشفة دي. يشفطولها. يشفطولها. يشفطولها البلغة من على السدرياء. يعملولها جلسات. ممكن اععد يومين ثلاثة طوارئ. واخدها على الارض. وهي تعبانة. طبعا هي تعبانة واجعة. هترقى دها كده بتزود واجعة الواجعة. طبعا كل ان انت بتقدار تعملولها بتشيلها منها على الارض بترفعها على ليبني. تخفيفها على الالت. انا عند الاء بتعشق حاجة. لو عايزين بتعرف اكتر الاء معاينة بالذات. يعني بعيد عن امه كمان اسأله الاء بتعشق. لو نطقت هتقول مين? لو نطقت. لو ربينا نطقت. انا عم عليها بنعمة النط هتقول لك مين? هتقول لك ابو بيها. بالبلد. امه الله يبركليها بصراحة. مش مقصرة معاك. بس انا هي مليلة معايا قوي. انا باخدها وبخرج بيها. اخدها اتهوى بها شوية. اعضاء قدامي الباب. ما بتكسيفش انا شيئة. انا ببكسيفش خارج. يا بنتك. انا ببكسيفش. انا بشغلش تماغر اي حاجة خالص. انا بشغلش تماغر اي حاجة عالارض. كانوا بقولوا عليها على السطح السلام ساحل ودلجال وكانوا بيقولوا على ليل بتاع انا محمود اقل خلقه على الارض ايش هتكلموا عليها. فانا باخد بي انت ورحش هي ايه لو ماشي بيه. اخرب بقى جيد كيس عصير. شغلان انت كلها بترضع بالبغرور. بتعرف سيشة من الكبات مايزة يا حالاتنا كده. ابدا. ابتعك. انما هي الاء بصراحة ربنا حاجة ربنا يرحمها ابر رحمتها. حاجة ربنا. احنا عايزين نشوف بس مكان العملية هنا في. بس عادتك اي شعرها طويل. اي شعرها طويل. بس عادتك اهم. هي العضنة نصف من جلجوم بتاع دماغي. يا انا انا حس ان انت في مية مش 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 حاجة صلبة. لا ما هو الغلد ان ما فيش عظمة تشلي الغلد ان ما فيش عظم تحت هي. مفيش عظمة تحت. طب يعني هل العملية تفتحت من هنا مسلا. من اول هنا واثها عادتكا. اه. تشايف فتح من اول واثنها من هناك ده. لفة اللفة دي كلها كده نص الجلجوم بتاع دماغي. وتشال العظمة من جوة. وتشالت العظمة من جوة. العظمة دي بقى كان فيها ايه عشان انت تشايل. انا gy changer. يعني. انا بقول لي حضيتك كما معرض مسلا تسوس مسلا ايه الي كان فيها بردو حذلك ما سألتش بنائطات Mich friends له سألت ميدورد عليك. يعني زي حذك رuyости مستشفى اللي عمل الطبي العملية ما قالوا لكش السبب روحتش مستشفى تانية سألت دكتور تاني قال لك مسلا ان اللي يقولوا لي ان لاجمة يعني تلاجمة تقيت على عطمة دي عشان لو ما قلتش عطمة ما لغيت فرقا اللي ما قلتش فرقا